موضوع نسبي إلى حد ما بالنسبة للأشخاص يعني فيه ناس ممكن تكون مقترة زي ما حضرتك قلت بتبقى شايفة أنه أنا حريص أنا بعمل حساب لقدام وبيبقى فعلا شخص بخيل جدا وبيبقى حتى معايش اللي حواليه في حياة صعبة والعكس ناحية التانية شخص بيقول بيبقى مصرف بشكل كبير جدا وبيبقى شايف أنه هو لما يسعد اللي حواليه ويسعد نفسه بيبقى ده ده الأفضل فكرة الوسطية أو يكون إنسان معتدل دي إزاي نقدر نحققها إمتى أدر أحدد حسب طبعا تعليم الدين الإسلامي وطبعا ورانا في رسول الله قدوة حسنة إزاي أبقى عارفة أننا شخص معتدل أو اللي قدامي شخص معتدل أو حريص أو حتى مصرف تمام هنا الوسطية مهمة جدا وربنا سبحانه وتعالى مدح أمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم قال وكذلك جعلناكم أمة وسطة وقال صلى الله عليه وسلم خير الأمور الوسط وربنا سبحانه وتعالى بيّن في صفات عباد الرحمن قال ربنا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا يعني لم يكونوا مسرفين طيب كيف يوازن الإنسان ما بين أنا عايز أحط لنفسي معيار هل أنا كده مسرف ولا أنا كده مقتر إذا كان الإنسان ينفق بقدر حاجته وبقدر ما يسد حاجته وحاجة أولاده وحاجة أهل بيته فهو غير مسرف أما إذا كان الإنسان يأتي بأمور لا حاجة منها والغرض منها نظرت الناس إليه أنا بفعل زي الناس عشان الناس يشوفني كويس لا أنت لا تستدين ولا يعني تثقل على كاهلك من أجل الناس يبقى إذا سد الإنسان حاجته وحاجة أهل بيته بما يرضي الله عز وجل وبما منى الله عز وجل عليه فهذا هو الوسط أما إن الإنسان يأتي بأمور لا حاجة له فيها أو أنه يبخل على نفسه وعلى أولاده كما قال ربنا سبحانه وتعالى ومن يبخل فإنما يبخله على نفسه أو عن نفسه إذا بخل الإنسان على نفسه وعلى أولاده هذا ينعكس مرة أخرى عليه أولا لأننا نفسه نشوف أولادنا بينظروا إلى الآخرين فإذا وجد أن الآخر عنده مال وعنده سعة ويشتري وكذا وكذا وأن والده يعني يمنعه ويحرمه وهو يرى المال في يد أبيه الإبن يتهم أبيه أنت بخيل أنت ما بتنفقش عليك أنت ما بتجيب ليش أنت ما بتعمل ليش فدي كلها لابد أن الإنسان يوازن بين هذه الأمور ويكون هذا بعقل ووسطية وبما يسد حاجته وحاجة أولاده